اعجب سؤال اتسألت في حياتي شو بقى كل واحد يحسب انا سني كم سنة واتسألت كم سؤال وده اعجب سؤال اتسألت في حياتي واحد بيقولي هو الغش حرام والله العظيم هو الغش حرام يا دكتور اقوله ايه اقوله ايه اللي زي ده ما تقوله من غشنا فليس منه يقولك اه ده في التجارة كان واحد بيبيع رز والرسول اكتشف ان الرز من بره ناشف ومن تحت مبلول فقاله الكلمة دي انما انا بغيش في الامتحان وصاحبي موافق انه يمليني او معايا ورقة غاز انا بقى بفكره باية ارجو الله انه يروح يقراها ويوميا يكررها في صلاته الخمس مرات يكررها انا سألته اسمك ايه وعرفت ايه وبتصال لي ولا كل ده عرفته عنه قلت له هل سؤال الغش حرام ده سؤال الاية اللي بقولها له انا قلتها الواحد انا كنت بناقش رسالة دكتوراه في احد الجامعات الجامعات الاخرامية في احد الجامعات يعني ولقيت الولد نائل حاجات يعني ابحاث مش هو اللي عملها طبعا انا لقى عمم بتاتا اقمى الناس في مصر الدكتوراه اقمى الناس دكتوراه مصر سوبر لكن الكمال الله قابلت واحد بناقش الرسالة الرسالة انا شبهت عليها رحت دورت في المكتبة لقيت اه يعني نائل حاجات كتير جدا ده مش قاعدة ده exception 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 ده مش قاعدة خالص يعني فانا بقوله الرسالة دي ما نقوله قاله هو حرام نفس السؤال اللي الولد يسأله هو الغش حرام فانا بفكره بآية جميلة جدا الآية الوحيدة في القرآن الآية الوحيدة في القرآن اللي ذكر فيها العذاب مرتين اللي ذكر فيها العذاب مرتين اسمع الآية بقى كويس الآية بدايتها مش هقول بدايتها لكن هقولك اللي انا عايزك تسمعوا منها ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم العذاب يسكر مرتين في اي وحدة ده المين لواحد عايز يحمد بما لم يفعل يعني ايه يحمد يعني يخد مكسب ما هو الحمد ده مكسب واحد عايز ياخد رسالة دكتوراه وهو ما عملهاش اهو ده يحمد بما لم يفعل العذاب مرتين يا اخوانا انا بقى اكلم مولادنا الصغيرين اللي داخلين امتحانات او بنبتدي نبتدي نهيأهم بمخلاقيات بمخلاقيات ومبادئ الغش حرام جدا مش بس حرام ده حرام جدا يعني لما انت تحس انك انت غشاش وتسمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم انما بعثه لأتمم مكارم الاخلاق الله ده دي حاجة يعني تساوي الصلاة والصوم والحاجة هي هي انما بعث يعني رسول بعث ليتمم مكارم الاخلاق نتكلم فيه بعد كده الغش ده اخلاق اما تحس ان انت عملت ورقة امتحان ومش بمجهودة تقول لي طب وانا حتضر فيه ده انت تضر جدا حنفترض ان سيادتك جبت مجموع كبير انت داخل بكاليريوس طب غشيت وجبت مجموع وتعينت في الكلية وطلب منك تخش الدرس انت ضعيف انت ضعيف هتقول ايه للطلبة تقول لي ساعتها باحفظ وذاكر طب ما تتذكر من دلوقتي او واحد في سنوية عام وغش الحساب والهندسة وجاب مجموع وطعين في بنك وهو ما اعرفش خمسة وخمسة كام ما اعرفش خمسة وخمسة كام ما هو غشش وطعين في بنك انت هتخرب البنك الذي يعني الاوعى تحمد بما لم تفعل ادي واحدة اوعى تتنازع اخلاق نما بعثه لأتمم مكارم الاخلاق ده مش الاخلاق ده مش الاخلاق العرب كان نظوم اخلاق ده زي تورتة ودي كريزة اللي حطها فوق التورتة تزوقها مكارم مش الاخلاق ده مكارم الاخلاق مش بعثه لأتمم الاخلاق اتمم مكارم الاخلاق حذاري يا ولاد يا صغيرين حذاري من الغش الغش تحقر نفسك طب انت قدام نفسك اما تقف في المراية كده تلاقي نفسك جاي مجموع وانت متسهلش هذا كله متسهلش هتقول نفسك ايه ده اه يعني كلمة كده على واحد قال لي هو الغش حرام الله طبعا من غشنا فليس منا احنا دلوقتي بنعاني ايه بنعاني ايه في حياتنا في مصر غش التجار سواء في الاسعار او في الاصناف بس دول ربنا مش هيسيبهم ربنا مش هيسيبهم ربنا لا يقبل الظلم اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا غش التجار خطير جدا جدا اما تباع لي كيس رز على انه كيلو وهو 800 جرام متغشاش هل تقبل الفرق ده هتقابل دي ربنا ازاي هيعملها كيس عيتها خدت قرشين زيادة ماشي ده في بلدنا بلدنا مثل جميل جدا 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 جدي رحمة الله عليه وعمامي وابويه كانوا يقولوا المثل ده يقولك يا ابني الكفن مالوش جيوب الكفن مالوش جيوب محدش هيحط حاجة في الكفن وهو نازل هتنزل تقابل وجه ربك وانت حرامي او غشاش او خدت مال مش مالك هزا الكلام طبعا تسعة وتسعين وتسعة من عشرة في المية من اللي انا بقوله عارفينه لكن واحد من عشرة في المية عارفه وما بينفزوش حافظوا كويس جدا لكن ما بينفزوش ده اللي انا بكلمه نتقابل بعد الفاصل ان شاء الله موسيقى